قدم القرار مجلس الإدارة تخذ في جلسة استثنائية يوم الاثنين وطلب تعديل سعر الصرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفق ما يأتي 1300 دينار للدولار سعر الشراء من وزارة المالية و1310 دينار للدولار سعر البيع للمصارف يعني بيح المصارف الأهلية و1320 دينار للدولار سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية يعني اللي يجي للمصارف الأهلية يأخذ هذا السعر اليوم تم عرضة على مجلس الوزراء وحصل التصويت على إقرار توصية مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بشأن تعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يوم غد يبدأ البنك المركزي ببيع الدولار بهذا السعر وسوف يستمر بهذا السعر مثل ما تحدثنا أنه خفض معدل التضخم استقرار الأسعار هدف أساس للحكومة والبنك المركزي من أجل رفع القدرة الشرائية المواطنية البنك قدم دراسة ومقترحات بشأن سعر الصرف من أجل تحقيق الهدف المذكور ووصلنا إلى هذه النتيجة هذا القرار بالإضافة إلى الحزمة الجديدة التي سيصدرها البنك المركزي سيحققان الهدف المنشود في استقرار سعر الصرف ترجمة نانسي قنقر